مرحبا يا حلوين اليوم بدي احكي لكم عن هذا الاشي اللي اشتريته اللي رخيص كتير يعني مبلغ كتير كتير بسيط لكني انا ازتفت منه هو عبارة عن هيك هي ازاز تنبع وبيكون فيها هاي الغطا بتقيميها وبتحطي جوا الاشي اللي بدك اياه هلا انا ليش جبته جبته عشان احط في العينات والعطور اللي بعطونا اياها لاني انا بحس كيف هم بعطونا اياها طريقتها مزعجة فحبيت اني اجيبها بهاي الطريقة احطها بمناطق النبض وتكون يعني اسهل الاستخدام بجرب المنتج مثلا للعطر او بقرر اذا بدي اكرره او لا ولو بده احطه بالشنطة لو اشي هيك سهل هيو تسكري منيح وهل في منه رش في منه رش والغطاي بس انا حبيت هاي الطريقة هلا في ممكن تستعملي هاي الفكرة لاشي تاني شو هو تحطي مثلا اي زيت جوا انتي بتحبي وتصير تمرؤ فيها مثلا على الحواجب رح يفيدك مثلا ممكن تحت العيون بتستعملي زيت معين بس ما تقربي منطقة العيون عشان ما تطلع لك الحب الابيض هاد يعني حوالين عظمة العظمة مثلا فيتامين اي مثلا مخلوط مع زيت خفيف هيكا اي اشي خلطة بتحبي ممكن هذا يسهل عليك انك تمشي حتى لو على مثلا بداية الشعر ما بعرف اذا رح يمرؤ على الشعر بسهولة لكن يعني ممكن تستفدي منه بالعناية وتستفدي منه بموضوع العطور هيك كان فيديو هيك سريح خفيف هلا وين تلاقيه بتلاقيه باي محلات ببيعوا الاشياء الصينية اه برضه ممكن يكون فيه بشي انا هلا اذا لقيت لينك احطلكم اياه بصندوق الوصف اه بحطلكم فيه كتير فيديوهات عملتها بهاي الطريقة يعني بهاي الافكار الخفيفة الشغلات اللي بجيبها وبنستفيد منها بحطلكم الفيديوهات في صندوق الوصف اذا بتحبوا ترجعوا لها اذا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات وبتفيدكم لو باشي بسيط حطوا لي لايك عشان اعرف وتشجعوني وعارف انكم بتحبوا هذا النوع من الفيديوهات اعملكم منه دايما ما احس انه مثلا انتوا ما بتحبوا بلا ما اعملوا فاعملوا لي لايك عشان اعرف اذا بتحبوا حكووا لي كمان اقتراحاتكم للفيديوهات الجاي اه واذا عندكم افكار مثلا انتوا استعملتوا اشي افكار حلوة حكووا لنا منستفيد من بعض منستفيد من تجارب بعض وهلا لازم احكي لكم مع السلامة